في اختلاف بين العادات والتقاليد بين مصر والسعودية يعني أحيانا رضا الناس غاية لا تدرك أحيانا يجيك الناس تطفي النور تطفي النور يعني أحيانا بيشتمون لك إذا أنت تحاول تداري الأمور أنت الآن لما تتكلم في سنابشات تتكلم بعاداتنا ولا بعادات مصر ولا 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 ليش التكلف هذا يعني أحيانا أنا بالنسبة لي أنا بتكلم بعاداتي حتى لو في باحترام الضوق العام يعني ما أتكلم عن الأشياء عاداتي أنت الآن لما تتكلم في سنابشات تتكلم بعاداتك ولا العادات المملكة ولا أنت أنت حتصدقني لو أنا قلتلك حتصدقني والله أقسم بالله أنا عمري عمري ما فكرت في أي حاجة أنا بصورها قبلها بعشر دهائق يعني أنت ارتجال بدون أي ترتيب والله ما فيش أي مقطع نزل ليه ولا سناب ولا أي حاجة فكرت فيها قبل ما يعني أنا بفتح الكاميرا كده أقول ألا نفسي بتكلم لوحدي أتكلمت بقى على حاجة هنا في بلدي هنا في السعودية أتكلمت على حاجة في بلدي في مصر هي كده بتيجي معاي بس أنا المهم عندي أن أنا لا أغلط في حد ولا إلا أدبي لا سلام ولا تعدى حدودي وكون عارف إيه اللي ممكن يزعل الناس وإيه اللي ممكن يبسوط بس أنا أنا صراحة يعني تقبلت يعني شفت شفت تقبل من الناس وروح حلوة جدا يعني أنا كنت تشوف تعليقات مثلا بعض بعض الناس يعني واحد من 300 يغلط فيك وهذه عادتنا إيه وانا بقولك ما بيحبش القهوة وانا غلطت فيك الناس اللي بقابلها في الشارع بلايها كلها مبسوطة يعني الناس اللي بتقابلني في الشارع وبتسلم عليها مبسوطة جدا جدا مفيش غير واحد بس هو اللي صدمني يعني في الشارع الصراحة قبلته قبل الحظر قبل البتاع قال لي بالله هذا انت اللي فيه قلط له انت جاحف لا 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 هو عمل لي كده بالله انت ايه انت احنا صح قلط له لا انا حبيبك خارت زال قال لي ايه خارت زال والله اني ما دنيك طح فانت عارف كأنك كبت علي برمين مياه ساعة في وسط البرد والله اني ما دنيك فمش بايت عمل كده با يعني مش حصل لي ايرور في وشي عارف ايرور لما بيان ايرور عمان وشاب نو ماشى هو ده الوحيد يعني اللي ما كانتش يعني اللي قابلني لا انت جميل روحك جميلة